كما قلت لكم حاضر معنا الرئيس المنتخب للكونكت السيدة سلينة برجهب مبروك مرحبا بيك عايشك نهاركم زين شكرا وسيم شكرا على الاستضافة ومبروك مرحبا بي عفوا بفريقك التقني ومبروك لكل الفريق اللي معاك عايشك 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 وبالتوفيق في مهامكم الكونكت المؤتمر الثالث تداول على الرئيسة في المكتب جهات ممثلة معنتها اليوم في المنضاء الاخر مكاتب جهوية معنتها من بعض المكاتب تعديته التغطية من عرشنا لكل الولايات تقريبا متاع تونس ماشين في التقسيم وين تقريبا كل تحبوا تغطي وقد ما يمكن معنتها من الاختصاصات اليوم في الاقتصاد التونسي معنتها خرف تخيسي بلايه معنتها اليوم في الكونكت الى اخيري هي شنحوي الكونكت؟ اول حاجة قبل ما نحكيب على الكونكت حبيت نشكركم انتم عالتغطية الممتازة اللي قمتوا بها في المؤتمر كان عندكم ستوديو بحثينا غاديك شرفتونا في المؤتمر وكانت تغطية رائعة مع معاك وسيم ومع فريقك فريقك التقني الكل شكرا مرة اخرى على هذي التغطية بالنسبة الكونكت هي في هي حلمة حلمة بديت لها اكثر من عشرة سنوات قربت لحد اثناشن سنة بديت جوز بعد الثورة وقلنا الميدان النقابي يجبنا ندخل في التعددية في الميدان النقابي يكفي ان يكون لنا منظمة اعراف وحيدة يجبنا نسمع الصوت والصوت الاخر يجبنا نشوفوا نوع جديد من فاعلين اقتصاديين اه موجودين في مكانة معينة في في قطاعات معينة في احجام معينة خاطر اه تونس بتاناوحة تونس موزيك انتع فاعلين اقتصاديين انتع مؤسسات صغيرة وصغيرة جدا انتع انتع حرفيين انتع ميادين جديدة ونشوفوا فيهم على سبيل الذكر ولا الحصر اخر اه قطاع واخر اه اكتيفيته واخر هيكل كوناه اه كونكت اه ايدغوبوني اليوم الشح المائي اه وصل درجة كبيرة برشة ومجموعة من الشباب اللي مش مستعرف بيهم في الدولة ما فاميش حاجة اسمه اكتيفيته ايدغوبوني جملة لا جيبائيا لا حتى شي ناوك هذيك بش نخدموا عليها بش نستعرفوا بيهم بش كيمشي ويشري ولمواد الاولية انتاحهم يقال اعتراف بيهم جست مثال حتيتو الكنكتو بلا خانجو بك مثال بارانتاز للي انكو يفو انقول هذي متناش مجيور او تزورونا في الستارتوب فيلاج معنات اهوني تلقاو اتو تونكي يفليل او كل اونك هذيك فيس افو مواجود لانتقاربان شهر من شهر بدين التجربة بتاع ايدغوبوني ايجانا قائم كبير او كورو كبير فيه في لانتري في لانتري بك للي قملك تيدنك يوال جمالة انتج ولي تم انت 조�انك من حبة قو ويهدو كل حالة مستعملوا في المطعم اللي موجودة اوني في الستارتوب بالاي Maryland اهيجان اعتقد ما حنا مجيوالة انا شعار قلو نحاولوا مبدلوا برج حاجات في المنزل في مصر في السطوحات في البراكن هل يعملون على دي تجارة نحن على دي تجارة نحن على دي تجارة نحن على دي تجارة كان لنا ستمائة وثلاثة مؤتمر اليوم الكونكت قلت لك بعد الحلم اللي طالعة اللي منجموش مونشكروش فيها المؤسسين تاع الكونكت على رسم سيطارق شريف لكن كذلك عديد المؤسسين أخرين نجمش نسميهم الكل بش منغشش العديد منهم اللي يسمعوا فينا اليوم ربما اللي منجموش يكملوا معنا المغامرة هذية لأسباب شخصية اللي غادروا مشي الهجرة الأدمغة وهجرة المهارات البرة اللي يخرج لأسباب مهنية هذو من كلهم نقولولهم شكرا شكرا لهذا الصرح السليم والصحيح اللي خدلتوه واحنا بش نكونوا عنا مسؤولية الحفاظ على ما حقق في السنوات الفارتة مسؤولية الحفاظ خطر التزامنا كمكتب تنفيذي أنه نمشيه في مواصلة مع حقيقة ونشوفوا شنوه النجمو آخر نتوروه حسب نظرة المكتب التنفيذي اليوم لوم بخويدانسيال نيبا على كونكت هو الذكاء الجماعي العمل الجماعي دوك اليوم بش تقولي شنوه البرنامج أنا أصلا برجاب عندي برنامج قبل بش تقولك حاشتين ساعة بأبور ستمائة الكونكريسيست أكثر كيف هي السيستام في كلمة معنا هي ساتخي سامبل أحنا في الكونكت أكثر من أربعالاف منخرط الأربعالاف منخرط يطلعوا مؤتمرين طلعنا بالضبط ستمائة وثلاثة مؤتمر حضروا فيزيكمان ثلاثمائة وسبعة عشرين مؤتمر معا توكيل نتعل بالبقية المؤتمرين هال ستمائة مؤتمر هالأشو ستمائة مؤتمر يطلعوا خمسة عشرين عضو مكتب تنفيذي لأنا عضو مكتب تنفيذي منهم قبل ما نكون رئيس دونك الخمسة عشرين عضو مكتب تنفيذي طلعنا منهم رئيس نائب رئيس أول نائب رئيس ثاني وأمين مال دونك هذه هي الفكرة قلت لك تشكرهم تقريبا المساج نجم قلت لك الرئيس هو عصلان برجب نائب الرئيس هي حصن وجود بن مصطفى صيناعية نائب الرئيس الثاني هو طارق بن عياد صيناعي من ولاية سفيقص أمين المال هي منجية عمارة صيناعية كذلك من ولاية بن عروس ونائب وأمين مال مساعد مهدي البحوري صيناعي كذلك في ميدان التكنولوجي البيوتكنولوجي عفوا يعني هذا الخماسي فريق شاب دعنا مكتب تنفيذي سعيت رأس واحد في العقد الرابع من عمره كنا صغار في العمر عنا شركات صغيرة بلقده هذا المساج اللي حبينا نعديوه سي نوفال نوفال تونيزي نوفال ربما بش تختلف في الرؤية في المكتب التنفيذي الأولى ما بين القطاعات كل قطاع يدفع على القطاع وكل جهة يدفع على الجهة وهذا سي الليجيتيم سي برموال لجيتم لذلك التشريك ويجب أن يكون هذا موزايك يجب أن يكون جديد قبل ما نمشي مع فاصل نحكيك ممكن خاطرة أنت عندك برنامج مع بعضكم ديما المؤتمر بيأسس للفترة القادمة فما مواضيع تتطرح اللي هي اللوجيك بتاعها أنو بيشتخدموا عليها في البيلوجيت قبل سوالي ترح نفسه نوعا ما قبليك قلت يابا الوم بروفيدانسيال كمم اليوم برشا كيقولو كونك يقولو ترق شريف فما مادام مونيا سيدي فما منيش شسمي كما قلت أنت بعدتها فما توتشونيكيب لغيتاج سهل البسولية بعد دو ماندا والرمزية مش عامل مزية وهو سانجر دبو داياغ وأنو ولكن التداول على رئيسة المنظمة إلى آخري وكيما قلت لك معناتها اليوم شفت الحنا كنا في تغطية اكس باسي فام شفنا الرسيل متاعو ولميساج متاعو برشا يعرفو متاعو مايعرفوك زادة مكش وجه جديد على الإعلام لذلك كله كيفاش المهمة يزيد يصعبها يزيد يرزن المسؤولية مسؤولية كبيرة برشا واسيم ونحسو كتافنا ثقال برشا لخاطر في عشرة سنوات ما حقتو الكونيكت ما نجموش نتخيلو الاتساع اللي صار في داخل الجمهورية اليوم عنا مية وثلاثة وعشرين هيكل راهو حاجة خارقة اللي عادة كتقول مية وثلاثة وعشرين هيكل ما بين هيكل جهوية وهيكل قطاعية وهيكل قطاعية جهوية نوعا ما قعدنا مشينا جميع الجهات وجميع الهيكل ربما قعدت فما هيكل معينة القطاع البنكي هيكل متعلقة بقطاع بي وفما أربع خمسة قطاعات لأسباب معينة هما بدهم استقلوا على المنظمة ولت عندهم ديفيدراشون لكن ما فيها باس وحدي خامهم ديما في الكونكورنس والتعددية في كل الهيكل احنا الهدف انتعنا انو نوضع ثقافة التعددية دونك المسئولية كبيرة ما نشف نتكلم على ما حقيقة ما النجمو نقولو كان حاجة إيجابية طبعا بشن حاولو نجيبو نفس جديد لكن ما النجمو كان نبنيو علي تحقق وخير دليل على ذلك السهل ياسر في المكتب التنفيذي الحالي السلوس نتع المكتب التنفيذي هو تواصل المكتب التنفيذي الفارت ما نحن في نزل نحن فيها نحن في الانتعام الانتعام لانتعام مثل وغشترا وهذه من المكتب التي نحبها وهذا هو ما نحب في المدنية ونقوط الانتعام هل تحضر معنا أنت واسيم؟ هل تحضر معه اجرباتاتك؟ تحضر معكساتك؟ تحضر مع موطفين البعض وثمان تحضر على الاسم لس Vamos تونس خضرها بالفعل ليس بالكلام نجري نتعب ونوصر لكي نرجع نحيي غابات بلادي واليوم ماراتان كومار في تونس كارتاج المتحصل على لابل انترنسيون يرجع لكم من جديد فيها 36 يوم ويعيشكم أكبر إفنان سبورتي في تونس اليوم 3 ديسمبر مع سيباقات 21 كم 5 كم والكيتس ماراتان والجديد السنة وكورس 48 كم لا تنسوا الفلاج ماراتان المحلول للنس الكل ويبدأ نهار جماعة 1 ديسمبر حتى لنهار الكوخس في شراع الحبيب بوركيبة تلقاونا زيدا صبحية 3 حال 3 ديسمبر في اللاك 1 مقابل ميامي منين بشتتعدة كوخس الماراتان كونو في الموعد آخر أجال المشركة 1 ديسمبر 2029 كل دينار تسيه موبيل يسيوي شجرة نزروها في غابات بلادنا كوران pour une تونسي verte ميغري حكايتهم حكايتنا حكايت النجاح تبنيت على الأمل على الإصرار والتحدي حكايتنا حكايتهم موعد جديد كل نهار جمعة 8 و 14 سباح في برنامج إكسبرسو على الإكسبرسافر حلما امنوا بيها وصنعوا طريقة النجاح في ميادين مختلفة نسمعوا شهاداتهم على نجاح مشاريعهم ونكتشفوا معاهم مسيرتهم حكايتهم حكايتنا بالتعاون مع أندا تموي المؤسسة الأولى للفروض الصغرى في تونس اكسپوري للي رياليتي داخل رياليتي للتسعة متع صباح. انه واصلوا في الجلسة الثانية والاخير من حوارنا مع سيد اصلين برجبة الرئيس المنتخب للكونيك جدولك التحية يا اصلين مرحبا بيك. البرنامج كما قلت مازال بيشتت اتفقوا بتباع على اه عمل. معنا تعالى برنامج عمل اه في المكتب اليوم اللي بشي سير المنظمة. اه ولكن ديما اه حسب عادات المؤتمر الاول اللي مهد. وحت لخطوط العريضة متع العمل للمانداء الثاني والمؤتمر الثاني. دونك حد زادة كيف كيف توجوهات ممكن للعمل بالنسبة لكم. اه عاتيني الشخصي وعاتيني اللي نوعا ما في المؤتمر كان متفق عليها من كونستاء على القل وده بيس لانو عملتوا تسويت وده بروبوزيشون متع حولول الاخيري. ده ركومانداشون المؤتمرين قدمو. جستما اه الافنتاج في المؤتمر سي كالجزء الاول في السباح كانت ندوة اه علمية اه واخترنا لها اه بمعنى بتروي موضوع نعتبروه موضوع اله ربما اه الفيل داغيان منتع المدنية بيجية. لهي المنظومات الاقتصادية. اليوم لاحظنا انه البلاد عايشة اه صعوبات ناس كل تحكي عليها كل يوم ملايه عمومية اه صعوبات نمو. لكن ما نحكي وش ديما نحكي وديما السنتين ثلاثة سنوات لاربع سنوات الفارطة. لكن نعتبرو احنا في المنظمة الاعراف كونكت انها ناتجة عن تواتر لصدمات كبيرة عرفتها تونس داخليا وخارجيا منذ الفين وعشرة. اه اليوم كي نحكيو في الفين و واحداش. احداث الثورة. ما نجموش ما نحكيوش على. دونك اول لقوة تاعت الصدمات هذية ستاعت احداث الثورة اللي اثرت اقتصاديا على البلاد. تلاتها ما نجموش ننكره كذلك وسيم الاختيالات السياسية. وبعد عدت عليها الاعمال الاهرابية. باردو اه 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 اش اسمها سوسا اه الكارنت على الامن الرئاسي. وبعد جاءت جائحة الكوفيد اللي الناس كل تعاود كان تبدأ من جائح الكوفيد في حين انه التواتر للصدمات هذية ما نجموش كانت داخلية لكن مهمة جدا على تأثيرها على المالية العمومية. جاءت جائحة الكوفيد جاءت الحرب الروسية الاوكرانية وجاءت تاو الشح المائي اللي مناش قاعدين نحكيو عليه سوفيزا ماو الشح المائي اللي يلزمو اه ندوات وندوات ويلزمو حملات تاو عوية وحملات وهاو تاو احنا عايشين الحرب في الشرق الاوسط اللي بش تأثر كذلك في اه عدة دي اه اه ايكونوميك. دونك هاذا الكلو خلى انه منظوماتنا الاقتصادية دردعت. منظوماتنا الاقتصادية تمست في داخلها. كنقولوا منظومة اقتصادية مش معناها فقط منظومة الحليب ولا منظومة الحبوب اللي هما من المنظومات المهمة والتي تمست ولي حتينا اكثر من ستين سنة لتكوينها. وبديت السفخيت بتي تبتي وتمست خاطر كنقولوا منظومة راهوا حلقات الكل كناخدوا منظومة الحليب. عندك الفلاحة الصغار وديما نحكيو عليهم وعملنا عدة ندوات في الحليب. عندك الموزعين. عندك سنية عين. عندك المساووغين. إلاء لديك. دونك. logي. لك. صحة التي تمر م Geez. كنخوين. كنخوين. منظومة في الفلاحات اكتمل. كنخمياً. ومتنا أهتمام يسعمة على كل مؤسس قية تلك. we are two سنة للمساوغين. كنخوين لدينا جليز من شعر. كنخوين لدينا نظومة. كنخوين. كنخوين غير من تولم. كنخوين منظومة الحليب الكل طوال قاعدة تتقطع. قاعدة السيفيلوش بشوية بشوية. اي دنك نو نتخغول سي بش نفايقو العباد انو السيفيلاغ ايكونوميك تناج متكون تاع الحليب كي ما قلت لكم تناج متكون تاع صناعة قطاع غيار السيارات الكلهم من الكابل للي للي بيوس للي الكريسين تاع الكراهاب للي زانتان للي تناج متكون قطاع صناعة قطاع غيار اسال طائرات اللي موجودة في عدة مناطق من الجمهورية من البنعروس البنزارة القيبس التونس الكبرى البيجة الى غير ذلك اتناج متكون قطاع فليار ايكونوميك انت ع سبابت انت عال نسيج هادو مصد دي فليار اللي هوما يزان كري ست السمود هادا لغيزيليانس لكن السؤال يطرح نفسه وانتي شبت تقبيل على تصريح مدير التونس للبنك العالمي الى متى الى متى سنواصل هادا السمود راو سي بيان دو بغلي غيزيليانس مي انا لغيزيليانس مي زمنا نشوفوها توا في النص الفارغ نتع الكاسرة هولا غيزيليانس تتحمل مرة الاولى تتحمل الصدمة الاولى تتحمل الصدمة الثانية لكن مشي جي وقت انها باش تتفلق وباش ما تكملش المشوار انتاحها لوق اليوم يزمنا اول حاجة كمال برح دايير الاكساندرا عوبيون قاوها لاوين حادر تبع الصحف اليوم اسمح قاو التصريح وكان في حوار حاسي في بنامج اكس بايسو يقول غيزيليانس مي معنى تا هذا هو واسيم غيزيليانس مي توا تو رزومي شمعناها غيزيليانس مي معناها يجبنا اول حاجة كي ما نحكيو ديما في الكونكت باش نجيبو مستثمرين البرا لا لا نبدو بالحفاظ علي عنا ساقبل هذو كم ساينم ميور زامباسادور انتاعنا نوك نبدو بالحفاظ على ما باقيه بالمنظومات الاقتصادية مرح الاولى الحفاظ عليها تطويرها المنظومات الاقتصادية وخلق منظومات اقتصادية جديدة متماشية مع العصر متماشية مع الطلبات السوق متماشية مع ما يخرج فيه السوق الشغل باش نجمو نمتصو البطالة اكثر ونحقو نمو راو نمو اللي خرج في قانون المالية 2.1 جو پانس اقول هل صدمات هذية وهل في ليغ ايكونوميك هذية هيا بيش تكون الموضوعنا بتويل المدن النيابية الجاية طبعا اه كينقولوا في ليغ ايكونوميك راو نركزوا على غياب النفاذ للسوق وحكينا برشة علاج معناها النفاذ للسوق وخرجنا في الناس كل تحكي عليه النفاذ للسوق مش لازم نرجو عليه في مسائل متعلقة بكراسة الشروط والرخص بكراسة الشروط على المقاس بغياب المعلومة لابسنس دو الداتا راهوا غياب المعلومة ونعتبروا رويحنا احنا كمنظمة اعراف كونكت معناها من المجتمع المدني يزينا نعرف رويحنا موقعنا شنو احنا المنظمتين الاعراف من المجتمع المدني المجتمع المدني الاقتصادي لدوره هو دور اقتراح السياسات. دوره هو تنمية قطاعات بالمعلومة داخل الجمهورية واقتراح السياسات للحكومة اللي هي في الاخر عندها القرار تماشيا مع اقتراحاتنا الاقتصادية الاجتماعية تجربتنا على الميدان هو الانتشار على الميدان وانتشار اي منظمة اعرافة على الميدان هي اللي هي اللي تخليك ونجم نعرف المشكلة هذي شفا ما هوني نجم نعرف شنو القطاع هذا اللي مش ماشي شنو القطاعات الجديدة والرقز عليهم اخضر ازرق اه دائري وهذو ما و اغسو معنا مسؤولية مجتمعية للمؤسسات هذو ما لكلهم اليوم القدرة التنفسية للمؤسسة ما تمر كان باخذن بعين الاعتبار للديكاربونيزاشن اوسي فما الثقافة كاملة كسوى ميكرو في الانتروبريز ولا ميكرو اللي مزينا ما حكيناش بيها حكيناش عليها بالكل دولة بيدها تنجم للديكاربونيزاشن تخوها بعين الاعتبار في مدخيلها غير الجبائية راه خاطة اليوم تونس مهيش بلد ملوث تونس عندو آآ آآ مخزون آآ بيئي كبير برشا دونك تيوريكما الي تخي تخي بوزيتيف من الي تخي تخي بوزيتيف بردن سور من ناحية الكاربون دونك فما فما آآ مخشي كاربون اجردوي في العالم اللي نجم نخذوه بعين الاعتبار ونجم نحطوه في منوال تنميتنا في تعاملاتنا مع الاتحاد الاوروبي لكن كذلك وخاصة في تثقيف شركاتنا ومؤسساتنا انه اليوم دي زغمي متنجم تدخل للسوق الاوروبية خاصة ولا للسوق الانجلوسكسونية ولا حتى للشرق الاوسط الا ما تكون محترم اجراءات في المسؤولية المجتمعية في الاحترام على نسبة الكاربون في احترام قانون الشغل في شركات معينة هذو ما الثقافة هذية الخضراء والثقافة البيئية عفوا هي الثقافة اللي يجبنا ننشرها خاطر مش فقط مسألة كاليتي ولا مسألة نوعية منتوج ونصعية ثمن منتوج وانما كذلك دي پارامتر جدد الليوم تكلبتو بتبع الموضوع الفيليار كي ما كن نقولو شوفنا سمعنا اشياء زالو مانتو المسألة الاخيره مقترحات معنتها الليوم اللي تقدمت كانت عديد المقترحات ناجمو نرجعو على البعض منها اللي ركومانداشون اللي قدمهم بتدخل المؤتمرين في ما يخص الاسلحات الممكنة فاشنبش نرجعو على هذي الكل في الفترة القادمة مع أستاذ الاقتصاد عبدالقدر بودريغا اللي كان اضطر وحذر الدراسات واضطر عملية هذه الكلة تنرجعو معه ولكن هكا البعض منها سياسة المرجع ايهي انت جبت منظومة الحليب ومنجموش نحكيه على الندوة الصحفية ما غير ما نشكره الفريق انت عسي عبدالقادر بودريغا وعلى رأسهم سيا عبدالقادر بودريغا شخصيا اللي يخدم مدة اسابيع واسابيع قبل المؤتمر بش يخرج الوثيقة اللي بش تكون مرجعيتنا وبش تكون هو معانا زادة ربما على رأس قاعدين ندرسوا مبعاظنا في هذا على رأس يمسلول داخلية في الكوناكت بش تكون السلول تعداتا ايكوناميك اللي بش تكون تتعام ربما مع البنك المركزي ومع الحكومة اللي بش تكون فيها اخصائيين اقتصاديين اخرين خادر احنا في الكوناكت فاعلين اقتصاديين معناها مهتمين بش تقل الاقتصادي من نسمحوش لرويح احنا بش تقوله خبراء اقتصاديين احنا فاعلين اقتصاديين احنا مهتمين بش تقل الاقتصادي واحنا نجم يكون الفاعل الاقتصادي راهو نجم يكون عبد قاري نجم يكون عبد مش قاري نجم يكون عبد بداي خدم بداي قراية ثم بعد في الانترابروناريا وهذا قبل ما نرجع لك على منظومة الحليب وهذا هو اللي نحبو نخرجوه واسيم سي الثقافة الاستثمار ندعوه ندعيه كل شخص يسمع فينا ان يجرب مرة يحل شريكة برأس ميل بسيط يجرب مرة يحقق فكرة يجرب مرة يقوم يقول كيفاش تخلص ادائتي كيفاش تخلص ضمان اجتماعي كيفاش نحترم العمل انتاعي كيفاش نخرج المودال ايكونوميك كيفاش نشري من عند المزود ونبيع للحريف هذي الفكرة يزيمها تكون موجودة اكثر فاكثر عند التونسي اللي كيكمل قرائته يخمم ولا في الخروج ولا في الدخول للقطاع العام لا الاستثمار ثقافة الاستثمار اليوم اليوم ماذا بينا السكتور الببليك والشركات العمومية تتعافى لكن للداشبورد انتاحها واضح اليوم دوك يزيمنا نصبرو عليها شوية نخدمو على اعادة هيكلتها ونكون اولوياتنا هي القطاع الخاص وما ادراك ما القطاع الخاص الي يزيمنا نشجعوه باش منا قعدوش نحكيو ديما على الصمود وعلى الاجيلتين تاع واتساترا وانما على ديز اوپورتونيتي باش يتحلو باش ننجمو نحكيو على الديفين تاعنا الديفين قبيلة باش ننشوف فيهم نخرجناهم مراهو عنا سديد فيها تخيكو اختيغم ساعة يزيمنا نحكيو على استقرار الاسعار بليجينا القدام اسكو دور مؤسف استقرار الاسعار يزيمنا نحكيو على القدرة الشرائية قدام الاغمونتاشون غالوبونت انتاع الانفلاشن مامسي الي غولاتيف مان كنترولي وننحييو العمل يتعمل فيه البنك المركزي راهو قيمة صرف الدينار ومنظومة ولا 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 القدرة الشرائية الكلها الانفلاشن راهو نوعا ما ونسبية مراقبة ونوعا ما ونسبيا كنترولي وانا افيتلوا سناغيو دي بيغ معناها بعد منهارتش الاقتصاد منهارش بالرغم من الصعوبات اللي مرت بها والصادمات اللي مرت بها وهذا الكله معناها على خاطر فما سياسة حكيمة من البنك المركزي وفما قدرة قوية من الصمود للقطاع الخاص طوازونتنا المالية طبعا المالية العمومية هي أهم حاجة اليوم بش نرجو على اقتراحاتنا اقتراحاتنا تقوى ديما في ثلاثة قطاعات هدوكم في القطاع عن طاعد تمويل في القطاع عن طاعد نفاذي لسوخ والقطاع عن طاعد تعقيد الاقتصادي اللي باشانيس ما فهموش تعقيد الاقتصادي ربما c'est la diversité de notre économie c'est l'interconnexion des secteurs entre eux et c'est les filières économiques de bout en bout من شنا ومتكاونا on considère وصي عبدالقادر بودريقا أكد وبهت الحادرين أنو اقتصادنا معاقد سوبيزاما لكن فيه ديزو بستاكل الي يزمنا نخمو أكثر في الموارد البشارية نخمو أكثر في التجديد والأبتكار بش نواصلو تعقيد الاقتصادي على خاطر إليه un peu relativement archaïك في برشا حاجات يزمنا نعمو لأكملمانتاريتي industrielle يزمنا نخمو أكثر في التجديد والأبتكار هذا ما شناو أكثر في الموارد البشارية ليس للموارد البشارية طبعا تمويلات 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 on a parlé de microfinance on a parlé de banque universelle وصرح ترحديث على puisque فما ما دي بزنس جدود فما طرق لتعمل جديدا إلى خيري فلازم تمويل جديد لازم زيدا فكرو في أنواع تمويل جديد صحيح وانتي يعني نتبوك في الإميشان تاك نرجعو العقلية أنوا البنكة ما تمشيش وهذا نتبوك في الموارد البشارية ليس مع احترامنا طبعا مع من وضعوا ركائز الاقتصاد التونسي لكن يجب أن نعطيهم جرعة أمل يجب أن نعطيهم رسالة إيجابية خلي يواصلوا يواصلوا يأمنوا بهالبلاد هذية ويأمنوا بفرص الاستثمار وفرص النجاح في البلاد هذية راوكي نحكيو عالبلاد هذية معنى ينجم يخدم من البرة لتونس ينجم يخدم من تونس البرة ويوجد لا يوجد فرانتيا لذلك يمكننا أن نعطيهم لذلك ننتظر بفرغ الصبر مشروع بلتو قانون مجالة الصرف الجديد الذي تحدثنا عليه منذ مدة والذي راوكي اعتراسة الإيجابية للمستثمرين التونسة والأجانب طال انتظاروا من هذا المنبر خلينا نحركوا المحركات الاقتصادية اللي مبينتهم قانون الصرف راهوا مهم جدا وراو رسالة إيجابية نبعثوها للفعل الاقتصادي ربما ساسلين نشوف أنا في أربع خمسة فكار في ثلاثة سيقات كان ممكن نحكي ربما شوستقرام التمويل شوالي عندكم التمويل هوا إيجاد التمويلات المناسة معناها اللي كنا نحكيو فيها لكني زمنا ان finance la création la finance l'innovation c'est la création de l'innovation parce que le financement de l'innovation y'a pas de financement de l'innovation donc ça c'est important c'est التمويل الأوسط اللي حكيت لكم عليها وهو تمويل الأقتصاد الجديد هذا هو معناها عنا اقتصاد جديد وحكيت لكم عليها قبيلا اقتصاد ديري اقتصاد أخذر اليوم فما همENE فهم يهب الأشخاص نفذي العصير انهنا يهب الأشخاص يهب الأشخاص راوليو في الشهر يقول يهب الأشخاص شيء يهب الأشخاص تحقينا ولكن له التمويل يهب أكام خواهر تحقينا لذلك معنى عندهم قواعد قانوناية خاموة موجودة من دو عقود لن يظلم انكم عندهم في فتح القواعد هذا ينتصر لهم يتحب تحلسل او على مهاcrossكية 2-3 يتحلسها في أمريكا 와 strate لم اعزوز اصحابك في غاراج و 2-3 جهة تحرس بو تلينة و تنجم حاجتنا entrada مجددا الموانع غير التنظيمي للبغيير من التاريفاء. يزمنا نعود ونعود ونظر فيها. أين بحذف نهائيا الحواجز معنا الرخص لقادر. ودو حتى كوراسات شروط راه وليت عملت. يزمنا نظرة وفقية لها. أذيك لما ما ينسى تنتيحها. أما ما ينسى تدو بيختير. خطفا ما كوراسات جروط زلقت وتتعداد في المينتسات نتاع الرخص. نفس الشي توفر المعلومة هيا في النفاذة للسوق راهو. اليوم إذا إنتي ما عندكش معلومة عندكش une data معين على السوق معين. مثلا قطع غير السايرات جيك شريك تقولك عندكش une étude sur قطع غير السايرات ولا لا شان ولا لانو هذيه ما شان هذيه في قطع غير السايرات. نحن نقعد للهو جو نلقاو دز أتود نميز أجور. دونك لا داتا إتون موضلة كبيرة في تونس. وموضلة ربما تكون موجودة بالعاني ولا مش بالعاني ولا par défaut de moyens. يفوضري كن رانتر. لأنها تحصل على المشاركات في الوصف. ونحن نقاط في الوصف. لذلك يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يكون موجودة بالعاني. النقطة الأخيرة السياق الأخيرة ففهم النفاذ للسوق ففهماش نقاط تخلين هذا هو شكرا هو قلت ممكن برشا قلت فهماش كون ما فهموش سياسلين هو الحتم الترجمة خاطر بالفرنسي معنتها فهمت خاطر فهم مش نفس المفهوم هوني عقدناها وكأدو هوني قلنا الترجمة شكرا لك هاتيك صاحب التوفيق انتي والمكتب اللي معاك السيدة سلين برجاب رئيس المنتخب بجيد للكونك تحية وكل الفريق قبل ثلاث متاعكم من المكتب السابق بالتوفيق فاصل في بنامشكم كاري اقتمار مع مع سي جامير سيبي عن لتكا نوك ازار دو كالندرية كامش كون معنا لسبوع الماضي تفسان تبيد كلامت ماتين على لتكا مي سي فهمت نجم تلم دار واسعة تلم تلم الناس الكل اليوم نعرف المشاكل في القطع هذه نرجعو مبعد اللحظات مع سي جامير سيبي رئيس الجامعة عبد على شغال عام بتبع رجين ترجمة نانسي قنقر